نمرة اثنين القراءات أناغنوسيس أناغنوسيس اللي هي هنا ده اللي هي القراءات الناس فكرة انه احنا في القراءات يعني دلوقت احنا عندنا البوليس في مزمور وانجيل عشية وفي مزمور وانجيل باكر وفي البوليس والكاثليكون والإبراكسيس الى آخره والانجيل طبعا القراءات مرت برضو بتطورات ايه بقى ازاي يعني على سبيل المثال القديس يوستينوس الشهيد وده استشهد سنة 165 ميلادية بيقول انهم في الليتورجية بيقروا من اصفار العهد القديم ومن ميامر الرسل اصفار العهد القديم وميامر الرسل طيب ميامر الرسل في المقالة اللي بعدها على طول بيسميها evangelية بيسميها evangelية وميامر الرسل وميامر الرسل وميامر الرسل اصفار العهد القديم اصفار العهد القديم يعني افانجيليون انجيل افانجيليا انا جيل يبقى اذا كما يجي القديس يستينوس الشهيد يتكلم عن القراءات بيقول من ميامر الرسل ومن العهد القديم طيب ليه كده انتم عارفين في الكنيسة الاولى اخر سفر مثلا في العهد الجديد يتكتب سنة 96 ميلادية السيد المسيح معروف انه ختم على العبادة الخديمة او العبادة بتحت العهد القديم ثم مارسى عبادة العهد الجديد طيب يعني مثلا معروف انه في يوم من الايام دخل الى المجمع ودفع اليه سفر اشعياء وقرأ من سفر اشعياء وفسر سفر اشعياء هو نفسه في يوم من الايام دخل الهيكل وزي ما بيقوله في وقت الساعة التاسعة وبدأ يتعامل مع باعة الحمام ويطرتهم اذا زي ما بيقول القديس بولوس الرسول ختم على هذا اللي هو العهد القديم يعني على العبادة بتحت العهد القديم وجعلها عطيقة واسس عهدا جديدا بدمه هو يعني ايه يعني السيد المسيح كان هو الهدف من العهدين السيد المسيح كان هو الهدف من العهدين العهد القديم كان بينظر الى المسيح اللي هو لسه رح ييجي عشان كده نلاقي فيه نبوات ونلاقي فيه ذبائح الدبائح دي كلها انضمت الى ذبيحة وحدة اللي هي ذبيحة المسيح وكل النبوات كانت بتتحدث عن المسيح يعني طقوس العهد القديم كانت بتستمد قوتها وفاعليتها من المسيح اللي لسه رح ييجي من المسيح القاتي لكن طقوس العهد الجديد بتستمد قوتها من المسيح الذي اتى عشان كده العبادة في العهد الجديد كل قوتها بتقوم على المسيح والمسيح هو مركز الكنيسة وبالتالي سر الافخارستية هو مركز الكنيسة الجزء التعليمي في الحقيقة جزء مهم جدا صحيح بدأ بسيط بقراءات من العهد القديم ومن الاناجيل لكن لما كتبت الرسائل فيما بعد بدأ الكنيسة تأخذ جزء من الرسائل وتضيفه الى القراءات ولكن لم تستغني عن العهد القديم عشان كده مثلا نلاقي في كتير من المزامير موجودة في كل القراءات في الصوم الكبير مثلا في باكر في جزء مهم جدا اسمه النبوات قراءة النبوات وقراءة النبوات تركز على التكوين اللي هو سفر التكوين وبعدين خلاص الإنسان فتمشي مع الإنسان شوية شوية اللي تيجي في الأسبوع السادس من الصوم الكبير تلاقيها مثلا أخذ السفر طوبيت بالكامل تقراه وهكذا عشان كده الرسالة الفصحية 39 للقديس أساناسيس الرسولي بيشير فيها إلى حاجة مهمة جدا جدا بيقول أن سفر أستير وسفر طوبيت والديداخ من الكتب اللاذمة لتعليم الموعوزين وده يورينا فكرة عن القراءات كانت في البداية شكلها إيه كانت جزء من العهد القديم والعهد الجديد وفيما بعد بعد ما تقدمت العبادة بدأت الكنيسة تستقر شيئا فشيئا إلى أن وصلنا إلى القراءات اللي احنا موجودين عليها دلوقتي ترجمة نانسي قنقر